احتفالات كبيرة شهدتها مختلف المحافظات ابتهاجاً بحلول عيد الفطر المبارك، حيث شهدت المساجد والساحات توجوداً كثيفاً من المواطنين لأداء صلاة العيد قبل توجه الأسر إلى مختلف الحضائق والمتنزهات للاحتفال. مع انتهاء أيام شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، شهدت مختلف المحافظات احتفالات واسعة النطاق للمواطنين بحلول العيد، ففي محافظة القليوبية تم توزيع هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأطفال ومشاركتهم لاحتفال بالعيد. وفي الإسكندرية تبادل الأهالي الذين توافدوا على المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد التهنئة وسط فرحة عارمة قبل التوجه للتنزهات في شوارع مدينة الصغرى وعلى كورنيش الإسكندرية بشكل خاص، الذي شهد تدفق المواطنين للاحتفال والاستمتاع بالجو المشمس على البحر وفي المتنزهات. كما شهدت محافظة مطروح وتحديدا محيط المساجد والساحات الشعبية قيام متطوعين بتوزيع الهدايا على الأطفال احتفالا بحلول العيد. مطروح النهاردة في الشوارع أو في الساحات شواطئ مطروح وكورنيش مرسى مطروح تحديدا ممتلئ بكل الفرحة وكل الحب بكل أهل مطروح. وفي جنوب سيناء أدى الألاف من المصلين صلاة العيد بمختلف مساجد مدن المحافظة، وسط حضور عدد كبير من المصلين المصطحبين لأطفالهم والذين تم استقبالهم بتوزيع الهدايا في مساجد المحافظة. هذا وشهدت محافظة ضمياط احتفالات خاصة بعد أداء صلاة العيد من خلال بعض الفقرات الاحتفالية بمحيط حديقة بنت الشاطئ، وسط إقبال مكسف من الأهالي احتفالا بالعيد. وتوافد الألاف من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحضائق والمتنزهات لقضاء أيام عيد الفطرة، كما استقبلت حديقة الحيوان بكفر الشيخ عدادا كبيرة من الأسر المحتفلة بحلول العيد. أقدم تهنية لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطرة المبارك، وأقول لحضرتك كل عام وحضرتك طيب وبخير. أما في محافظة البحر الأحمر، فقد أدى الألاف من المصلين صلاة العيد بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، فيما استقبلت الحضائق والمتنزهات المواطنين. إفراحوا بهذا اليوم، هو يوم فرح، يوم سرور، إفراحوا كما أمرنا وحسن نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطار في هذا اليوم فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، كل عام وأنتم بخير. وفي محافظة قنى انتشرت أجواء احتفالية كبيرة، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين المحتفلين بمختلف أنحاء المحافظة. هذا وقد شهدت محافظة الوادي الجديد إقبالاً كثيفاً من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد قبل إقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية من خلال التقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال ابتهاجاً بقدوم العيد.